السلام عليكم ورحمة الله الزوف الأول لولبارح خراطة وجهة نداء للشعب الجزائري الكامل في كل أنحاء الوطن والرد الأول جاء من مدينة خنشلة اليوم وينخرجوا بالمئات لم أقل بالآلاف من مدينة خنشلة لكي يطالبوا بالكرامة ويطالبوا بالعدالة ويطالبوا برحيل العصابة الرد هذا منطقي خنشلة مدينة الأحرار خنشلة وين يوجد نصب التذكالي الكاهنة ملكة الأمازيغ خنشلة التي كانت في يوم الجمعة الثمانية فيفري 2019 خرجتها الأول خرجتها كل المدن بكثافة بعدد كبير من السكان يطالبوا برحيل العصابة كانت يوم الثمانية فيفري يوم السبعتاش فيفري خرجتها وانفجرت لحق العاصمة ونعرف وين وصلت الأمور وصلت إلى أن السجون الجزائرية فتحت لعدة أعضاء من العصابة وتنحية بوتفريقة وزمرته وتنحية الكادر والمصامر اللي كانوا يعبدوا فيه الرد كان منطقي إذا كان في الخمسين انتلقت الشرارة من جبال أوراس وردوا عليها من جبال الجرجرة فدايما تبقى بين هذه الجهتين يعني الشرارة دايما تنترق مليه ونشوفوا ما قلت العربي بن مهيدي الله يرحمه وساليه ما زالت يعني تبان في الميدان قال العربي بن مهيدي ارمي الثورة بالشارع سيحتضنها الشعب هذا ما يجب ارميه بالثورة بالشارع يحتضنها الشعب اليوم لما أعلنوا عن إطلاق صراح بعض المساجين القلة قليلة مساجين الرأي مساجين الحراك كما يستسمون صحافة بودورو لأن صحافة بودورو لا تريد أن تعترف كلمة معتقلي الرأي يقولون معتقلي الحراك هذا الحراك هذا موضوع المهم الثورة بالحراك والشارع اللي شعلت في الخنشلة وفي خراطة شعرت في كل مدن والجزائر من مهارة مستغانة الواد موضوع ثم نرست لقد كان مختار لم نكن منطقة لم نكن منطقة مدينة وبدأنا ما كيفاش في الانتخابات الرئاسية والانتخابات والاستفتاء على الدستور مقاطعة شعبية عبر كم طراب الوطني ما كانش عليك تعالي كانوا على الوقت يتنافسوا في التزوير هالولاد شكون يجيب اكثر شكون يزور اكثر من الاخر ويبدو يعطيوه في الارقام المشاركة يمشي ويزيدو الاختراه هذه الارقام ما هيش مزورة عدد المتظاهرين يخرجوا اليوم في خنشلة اكثر من الف بالرغم من انهم قطعوا الطريق على خنشلة من كل جهات الناس كانوا يجيوا على الغابة يجيوا يعني يتحايلوا على قوات الامن حتى يقدروا يدخلوا لمدينة خنشلة هدا كله رح يزيدو رعب من العصابة وهدا كان ثاني اعرض على خطاب تبون اللي يتمسخ بالشعب عمبيلو شعب هدا ما يفهمش بعدما يخلي العصابة حاكمة كرشا لنهار 22 فبراير تبقى حاكمة كرشا خايفة لانه الحراكة يعني نهاية العصابة يعني تحرير الجزائر هذا هو إذا خرجوا خرج الشعب بقطرة بسلمية بسلمية وما يخلوش الناس يجيوا يقصروا ويفزدوا جميع من يشفوا يقصر فزدوا ويحاكموه العصابة العصابة التحرير البارح يفتوكي فاش تبون كان مرتبك فتوكي كان مرتبك هبا هذا الارتباك رحو عندهم كامل تبون خنشلة اليوم اعطات درس للعصابة مواردتها لتبون طبعا كانت اعرب على نداء خرطة يقولوا مرة نحن ونتمنوا انه الان الارتب يكون من كل شعب جزائري حيثما وجدها من كل شعب جزائري وسجلوا انه اللي يسمون فيلاجات الصغار مدن هذه الصغيرة هذه القورة في المدة اخيرة سجلت تجنيد اللي ما نشوفوهش في جهات اخرى وهذا يدل على درجة الوعي بشكان هذه المناطق باير يقولوا ما نتقذر يعني ارى هم ما عندهم شو محقورين نعم عيب تقول انه في جزائر ستنسنا بعد استقلال جزائر بشأن الهاتف و الغاز و الزب و الزب و الزب و الحديد تقول كان مناتق الظل و كان الناس تعيش بشو جملائين الشرع الجملائين ليست تابكري الجملائين ليست 100 ايرو لو تقول فرنسي تقول له جزائري 200 ايرو لا يصدقك بشان يخلص الكراء بشان يخلص تري سيتي بشان يخلص القاز وهذه تبون يزوخ بها انه اليوم السمين يرهو سملاين ماذا يعني صحانية الوجهة بالاخلي هذه وجهة صحيح هذا الناس يدبر عليه يحبوا يكله و يكلوا بعضهم على كل حال نحن لم يهمناه يدبروا عليهم نحن لم يدبروا ولكن السيد هذا وجهه صحيح و يأتي و يعتبر هذا إنجاز انه الجزائري عيش ب100 ايرو ايه يقول 100 ايرو يقول لقائم لانه كل شي يراه مستورد و كل شي يراه لا احسب له انت يا السردين ما حال يشريه الكيلو ما حاله يشري السردين مئة وعشرين الف ما حاله يقول لقائم يقول لقائم مئة و يقول لقائم و الميران و الحم و يقول لقائم و لا يأتي و الناس اللي وصلين يدبروا 5 ملايين أو 6 ملايين 10 ملايين 10 ملايين ما تقديركم حتى شي تضخم هذا و معاسي بني أو يحيا سبعت الله يذكر و هو هو فيها في العبادلة يطبع لمونيت سانج لمونيت سانج نعم يطبع 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 و هذوك الشباب اللي يرامنوا في الحباس واللي يخرجون منهم القلة القليلة 30 واحد سمعتوا ما ينزمش سجنهم يروح باطل ما ينزم سجنهم يروح باطل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته